وفاء لمن أفن حياته في محارب العلم ومن تخرج على يده العشرات ممن تصدر المشهد الفكري والديني في الجزائر أقيمت تأبينية الراحل العلام الشيخ محمد الطهر آية علجت بدار القرآن الكريم الشيخ أحمد سحنون نجتمع في هذا المعلم لنؤبن عالمنا الجليل الشيخ محمد الطهر آية علجت وماذا يمكن أن نقول في هذا العالم ونحن نؤبنه بكلمات محدودة وهو ذو قامة وذو شخصية لا تعد ولا تحصى جوانب عظمتها أجواء روحانية التقى فيها أصدقاء وتلميذ الراحل الذي يعد واحد من أبرز رجال الدين والفقه في تاريخ الجزائر فالشيخ محمد طهر آية علجت عصامي من حيث النشأة وموسوعي من حيث العلم وأخلاقي من حيث دماثة السلوك ومتسامح مع الجميع وطلق المحية مبتسم الفم دائما مهما قلنا عنه لن نستطيع أن نلمى بكل خصائصه وبكل مقوماته ودعت الجزائر الشيخ محمد الطهر آية علجت وانطفأت شمعة عالم الجزائر ومجاهدها وواحد من رجالاتها الذين ينبغي أن تتخذهم الأجيال قدوة وتأخذ من علمه وعمله